البداية من صحيفة المراقب العراقية التي نقلت عن مسؤول حكومي قوله ملف الفساد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو لكبار الفاسدين إذ يؤكد مسؤول عراقي أن ملف الفساد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو لكبار الفاسدين مشيرا إلى أن هناك عمليات فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و 500 مليون دولار أمريكي ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى ويضيف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة أن هناك ضغوطا يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى وتختم المراقب العراقي بالقول الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فسادا في العالم إلا أن الحكومة العراقية غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعدها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق ترجمة نانسي قنقر